نتكلم عن موضوعين عندنا فاجعتين اللي هي مجزرة سبايكر وأيضاً سقوط مدينة أمرة بعين مدينة الموصل نينوة يعني نتكلم أكثر بجانب مجزرة سبايكر عندنا ألفين شهيد عندنا خمسمائة مفقود دا أحكي لكم خمسمائة مفقود إلى غاية اللحبة هذه مصير مجهول لخمسمائة شاب بعمر الورد نتكلم عن أكبر جريمة وأكبر مجزرة حصلت بتاريخ العراق بالفترة الأخيرة الفين وارباطعش كانت انتكاسة لكثير بيوت عراقية فقدت أبنائهم كانت فاجعة لكثير أمهات ما شافت أبنائهم بعد ما راحوا راحوا في سبيل التضحية لكن لم يعودوا الحمد لله أن القضاء العراقي كانت إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من المدانين بهذه المجزرة أو اللي سووا هذه المجزرة وهذه قتل الشباب العراقيين الأبرياء بمقتبل العمر لكن إلى غاية الآن أحكام الأعدام لم تنفذ أسباب مجهولة نطالب من القضاء العراقي بالقصاص بحق المدانين يعني لشهداء سبايكر راح أحكيها بالجل في تريد أم ترتاح بعد ما أبنها انكتل اعدم اللي كتل أبنها يعني من بعد ما تكلمنا عن سبايكر راح نحشي على سقوط الموصل راح نحشي على أجمل مدينة ومن أكبر المحافظات في العراق تتعرض تتعرض لإحتلال وتتعرض لدخول تنظيم إرهابي هذا التنظيم عمل لخراب هذه المدينة لكن المدينة رجعت أجمل بعد ما تخلصنا تخلصنا من هذا التنظيم الإرهابي كانت فترة صعبة يعيشها العراقيين من خلال يعني من خلال وجود الإرهاب بداخل محافظة الموصل وعدد من المحافظات أكيد يعني إحنا من ننسى جهود الأبطال كانوا في الجيش العراقي كانوا إذ كانوا بالحجد الشعبي شكراً لكل الأبطال من ساهم بعودة الموصل لأهلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر